بسم الله الرحمن الرحيم سنتطرق إلى المواضيع التالية الموضوع الأول الإطار المفاهيمي لريادة الأعمال الموضوع الثاني الفرق بين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة الموضوع الثالث أهمية ريادة الأعمال الموضوع الرابع مفهوم الريادي والموضوع الخامس صفات رائد الأعمال في نهاية هذه الوحدة سيكون المتعلم بإذن الله تعالى قادرا على معرفة تعريف ريادة الأعمال وقادرا على أن يفرق بين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة ويتعرف على أهمية ريادة الأعمال وأيضا يعرف مفهوم الريادي وصفات رائد الأعمال أصبح ميدان ريادة الأعمال محور اهتمام العديد من السياسات الحكومية خاصة في ظل المكانة التي يحتلها في اقتصاديات الدول وكذلك الدور الذي يلعبه في قضايا التنمية والنمو الاقتصادي حيث صارت دول العالم اليوم ومنها المملكة العربية السعودية ترتكز على مهارات الأفراد وقدرتهم الإبداعية في العمل الريادي بدلا من الاعتماد على الموارد الطبيعية ولأجل ذلك وضعت برامج وسياسات بقصد تحسين مناخ الأعمال والمبادرات الإبداعية والقضاء على البطالة وحث الشباب لإنشاء مشاريعهم الريادية الخاصة